أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعتنا ليوم السبت سبعة أب القمر اليوم موجود في منزلة الطرفة الآن وهي حكينا للمضرة والمشاكل رح يمكث فيها القمر لغاية الساعة 11 و22 دقيقة من مساء هذه الليل اليوم مساء يوم الجمعة لا ينتقل بعديها لمنزلة الجبهة وهي للصلح والاتفاق بين الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر ما زال موجود في برج السرطان رح يستمر في برج السرطان لغاية ساعات الصباح عشان هيك تأثيرات القمر رح تظلها علينا بنفس الصيغة اللي ذكرناها في الأيام الماضية انه من ضل هاي الفترة انه منشعر بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إنه لا أحبانا من مين لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنا من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية أو ذكريات معينة في ألبومه أو في كتب أو في رسائل أو أشياء من هذا القبيل أو حتى في خياله يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا بحيث أننا نشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام بالفترة هاي علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجهة بوسعنا شراء عقار أو زراعة نبتة أو شجيرة الانتباه أكثر لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت أما بالنسبة للزوايا فطبعا في زاوية ذكرناها بالأمس زاويتين الزاوية الأولى هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي راح تكون في مساء هذه الليلة اللي هي ليلة يعني يوم الجمعة ليلة يوم الجمعة على السبت اللي هي الساعة 10 و11 دقيقة مساء بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة لما بقي لها هي خلوة المسار اللي تحدثنا عنه يوم أمس اللي هو راح يبدأ الساعة 10 و11 دقيقة من مساء هذه الليلة اللي هي مساء يوم الجمعة إلى يستمر لغاية صباح يوم السبت الساعة 7 و31 دقيقة صباحا هذا بيعني أن الفترة المذكورة ما بين الساعة 10 و11 دقيقة مساء لغاية الساعة 7 و31 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار أما بالنسبة للزاوية اللي ذكرناها بالأمس اللي هي الزاوية البطيئة اللي هي زاوية التربيع السلبية اللي بين الشمس وبين أورانوس وهاي راح تكون فيه تمام الساعة 11 و46 دقيقة مساء يعني في فترة خلو المسار وقلنا أنه هاي الزاوية دائما بتدل على تمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون الاكتراث للعواقب كما بيتمرد البعض من الأبناء على الأهل غالبا تحدث في هاي الزاوية ثورات انقلابات عسكرية اغتيالات تفجيرات وبرضو أشياء لها علاقة بالبيئة وإلها علاقة بالحوادث الطبيعية ذكرناها في حلقة الأمس ما في داعي أنه نذكرها اليوم طبعا القمر الساعة 7 و31 دقيقة صباحا بنتقل وبصير في برج الأسد عشان هيك بتتغير الصفات أو التأثيرات علينا فكل الأبراج تقريبا بصيروا يشعروا أن الناس من حولهم في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحية المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطف مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة لخلو المسار القادم طبعا بما أن القمر موجود في الأسد فخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين تسعة ثمانية بيبدأ في تمام الساعة عشر واثنين وعشرين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وخمس وخمسين دقيقة بعد الظهر لينتقل القمر لبرج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة وحدة وسبعة وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل بيصبح تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة بتصير خمسة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية مزاجها سعيد بنسبة عشرة في المية القمر في السرطان بده ينتقل للأسد حتى يوم تسعة ثمانية هو الآن سعيد بنسبة أربعين في المية ولكن لغاية ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة عشرة في المية عطارد في الأسد حتى يوم احدعش ثمانية بلشت يعني تبان تأثيراته السلبية بالانتقال أو تأثيرات الانتقال فهو منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في العذراء حتى يوم ستعاش ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمستاش تسعة منتحس بنسبة عشرة في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتاش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احدعش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثاورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجح حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بظل برضو تركيزكم على الأمور البيتية والعائلية من الآن لغاية ساعات الصباح حاولوا أنكوا ما تفرضوا وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة حاولوا تكونوا مرنين شوي بدون حدية بدون عصبية ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاول أنك تخصص فترة من الوقت للاهتمام بمتطلبات العائلة الأجواء فيها نوع من أنواع الضغط والمسؤولية بتكون كبيرة عليكم يعني ممكن يكون عندك نوع من أنواع الارتباط أو ممكن موعد معين ما بجوز أنك تفشل فيه والبعض رح يكون عندهم مصاريف منزلية في ساعات الصباح طبعا بتتغير الأجواء بشكل إيجابي لأن القمر رح ينتقل للبيت الخامس فبتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وبرضو بيكون فيها بعض الإنفراجات والتطمينات والرومانسيات الأجواء حليفة لإلكم بتصير بشكل كبير فحاولوا أنكم تتحركوا للاستفادة منها وبرضو رح يكون فيه أخبار يعني إلى بعض منكم خصوصا العشرية الأولى بتكون مفرحة بشكل واضح برج الثور بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات من الآن لغاية ساعات الصباح أهم شيء أنكم تكونوا أكثر صبر على الطرقات هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان برضو بتتمتعوا اليوم بطاقة فكرية وجسدية كبيرة ممكن تدافع عن مبادئك ولكن حاول أنها تكون بليونة ودبلوماسية انتبه لكلامك وحاول أنك أنت يعني ما تفقد كل أوراقك بعصبيتك خلي أحفظ خط الرجعة ممكن اليوم تتمم لقاء أو اجتماع لغاية ساعات الصباح بكون فيه عمل مفيد أو مهم بالنسبة لإلك حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة دون مراجعتها بالفترة طبعا في ساعات الصباح الأمور بتصير لها علاقة في البيت لأن القمر رح يصير في البيت الرابع فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبصير الاهتمام في مسألة عائلية أو ممكن بعض الأعطال أو صحة أحد الأحبة من العائلة أو ممكن مشتريات ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي هو اللي يلفت انتباكم برج الجوزاء تم فرصة لمكسب بيجي على الأغلب من عمل إضافي يعني بظل الأمور وفرص المال هي اللي طاغي من الآن لغاية ساعات الصباح منكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية أهم شيء أنك تخففه من النفقات بتميله للتفاوض والمساومة وبتنشط في الرحلات والاتصالات وممكن اليوم تتجرأ على مناقشة موضوع معين هذه فترة مناسبة لبحث المواضيع المهمة ولتقديم الامتحانات ولكن بما أنه في قلوب مسار فما يقول لك أنه ما تعتمد كثير على الحظوظ بدك تدرس وتستعد بشكل جيد ولكنها جيدة للمطالبة بحقوق لا إلك وبتقدر تتمارس صلاحيتك ولكن بدون عصبية من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في برج حليف لا إلك هو الأسد فهو البيت الثالث لا إلك فبتنشطوا بالاتصالات والتنقلات والمناقشات والحوارات وسرعة البديهة بتصير عندكم عالية جدا أهم إشي أنكم تكونوا أكثر وعي على الطرقات في منكم رح يهتم بموضيع إلها علاقة بالسيارات أو بالتكنولوجيا أو بأخ أو جر يعني في ناس رح تهتم بالإخوة أو يصير تعامل ما بينهم بين الإخوة وفي ناس رح يهتموا بأمور إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات والأشياء التي إلها علاقة في هذه المواضيع برج السرطان أنتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم طبعا لا تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن اليوم تحقق انتصار وتظهر بعض المزايا الرائعة بتلفت أنظار الجميع لإلك هاي فترة إيجابية حاول أنك تستغلها طبعا رح يكون في نوع من أنواع تسليط وجهة النظر عليك أو على سلوكياتك بشكل واضح ممكن يجيك دعم خارجي أو دعم من بعض الأشخاص رح يكون لك بعض الاهتمامات المالية ولكن طبعا ما تحاول أنك تتخذ قرارات حاسمة خلال هذا اليوم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا الأجواء بتصير أحسن وأفضل فتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم حاولوا بس تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية احرصوا على مالكم من السرقة والضياع في منكوا رح يحصل بعض المكاسب أو الأرباح بشكل مفاجئ خلال هذا اليوم وفي منكوا رح يهتم بأمور لها علاقة بالفوترة يعني عليه ديون عليه قروض عليه شغلة زي هيك بيحاول أنه يرتبها برج الأسد طبعا ما زال التعب مسيطر عليكم لليوم الثاني على التوالي لأن القمر مازال الآن موجود في بيت المتاعب فحاولوا إنكوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل حاولوا تخلدوا للراحة ممكن تكون مرهق قليل الحماس لغاية ساعات الصباح ممكن بتكون تنتظر جواب معين ولكن بكون متأخر الظروف فارغة من الحضوض يعني هيك بتحس إن طاقتك ضعيفة أو حتى نفسيا مش مرتاح طبعا هذا الإشي زي ما حكينا لغاية ساعة الصباح الأهم إنك تهتم بصحتك وما تتخذ قرارات حاسمة لغاية الوقت اللي ذكرناه مع اقتراب ساعات الصباح بتمتلقوا نوع من النشاط والحيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لوضع بناسبك أكثر ممكن تسمع خبر صار خلال هذا اليوم أو شيء كنت تنتظره يتحقق اليوم وبتمتع اليوم بالقدرة على قلب المعطيات بشكل كبير برضو لصالحك فعشان هيك حاول إنه الأمور الضرورية والمهمة إنك تأجلها لغاية ساعات الصباح بيكون أفضل والنتائج بتكون أفضل برج العذراء بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شيء إنك تتجنبوا انتقاد أحدهم هذه الفترة بتحمل فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم خصوصاً هذه الفترة مناسبة للاستشارة أو تأييد أحدهم في مسألة ما أنت بتمتلك القدرة على التوصيل أو تواصل البناء خصوصاً مع الأشخاص اللي إلك تعامل معهم ممكن تلعب دور البناء لغاية ساعات الصباح في ساعات الصباح بتكون ديروا بالكم لأنه القمر رح ينتقل لبيت المتاعب فعشان هيك بتشعروا أن طاقتكم نزلت مرة واحدة هيك وبتشعر بدنوع من أنواع الضغط فرح تدخلوا فترة غير مريحة خلال الفترة القادمة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أنكم ما توقعوا على عقود ما تحسوموا أمر فهاي فترة دائماً يعني كل شهر بتصير فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ فحاولوا قدر الإمكان تضبطوا عصابك وتنتبهوا على صحتكم على أعمالكم وتمشوا الفترة هاي بشكل روتيني أكثر من أنه تحاول تتخذ فيها قرارات حاسمة برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم اليوم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل واللي بيعمل طبعاً ممكن أنه تحمله هاي فرص مناسبة ولكن ممكن تحملك اليوم برضو من الآن للصباح مسألة شخصية بتسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم شيء أنك ما تجازف باستقرارك المعنى أو الشخصي وحاول أنك تهدأ شوي هيك وتأخذ نفس لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعاً الأجواء بتصير جيدة بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن تشارك في حفل أو مناسبة أو دعم أحد الأصدقاء لا إله أو تسمع خبر مفرح بالنسبة لإلك فعشان هيك يحاول أنك تأجل الأعمال المهمة أو الضرورية لغاية ساعات الصباح عشان يكون القمر حليفك واليوم في نوع من أنواع الحضوض المميزة برج العقرب بتظل الأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والسفر والأوراق القانونية المعاملات من الآن لغاية ساعات الصباحة ولكن بتكون أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرح لإنفراج مسألة ضاغطة هاي فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن حاذر من المتاعب والوعكات الصحية لأنه في خلو مسار عندنا طبعاً لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح؟ بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية بتهتموا بعملكم أكثر علاقاتكم بالمسؤولين بزملائكم بالعمل إنجاز بعض الأعمال طبعاً اللي عنده حابب يقدم العمل أو فرصة عمل اليوم مناسب لهذا الإشي خصوصاً من ساعات الصباح لكن بتكونوا تتجنبوا الخلافات وتتجنبوا تشويه السمعة بالمجازفات حاولوا إنه تسعوا لتلطيف الأجواء أغلب الوقت يعني ما في داعي للتهور برج القوس بتنهمكوا في أمور إلها علاقة بضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات ثم فرصة لمكسب مصدر شراكي أو تعويض حاولوا إنكوا تسارعوا لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين لإلكم وحاول إنك ما تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحباء ممكن تناقش وتفاوض وأهم شيء إنه ما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع ولكن بدون اتخاذ قرارات حاسمة عبر عن رأيك بهدوء حاول إنك ما تستفز أحد طبعا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر بالاتصالات البعيدة أهم شيء إنكوا تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء جيدة على كثير من المسائل بتصير من ساعات الصباح الجو بصير حليفكم بشكل كبير بتنشطوا بكثير من المسائل بالحوارات بالنقاشات بالامتحانات بالأوراق القانونية والمعاملات بالدراسة الجامعية فحاول كل الأمور المهمة وضرورية إنك تأجلها لغاية ساعات الصباح برج الجدي بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة حاولونك وتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفي هاي فترة متوترة ممكن تتورط في أزمة ما لأنه شوي الجو ضاغط ما زال القمر مقابلك تماما ممكن تضطر للإبطاء في مسار لبعض الأمور أو الخطوات بحاول أنك ما تغير نمط معين لأنه في خلو مسار والأجواء مش مناسبة لهاي الأمور ممكن تواجه انتقاد من أحد الأشخاص طبعا هذا الأمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بتحرك درجة فبصير في بيتك الثامن فبتهتموا في الأمور المالية ممكن تعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا فقط إنك تنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية الأجواء تقريبا بتصير إيجابية وبتصير لصالحكم بشكل أكبر كل ما اقتربنا لساعات الصباح برج الدلو بيتراكم العمل عندكم طبعا أكثر من الأيام الماضية لأنه القمر الآن في آخر مراحل أو في هذا البيت وبرضو في نفس اللحظة في خلو مسار فعشان هيك بتحاولوا إنجاز ما بوسعكم من العمل دون إهمال صحتكم من الآن لغاية ساعات الصباح حاولوا إنه ما تدخلوا في مواجهة مع زميل بتكثر عندكم اللقاءات والاجتماعات ممكن بتكون تحضر لورشة عمل أو بتهتم بوضع صحي خلال ساعات المساء لغاية الصباح أو تفكر في مسألة مهمة ممكن اليوم تكثر عندك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها طبعا في ساعات الصباح الأجواء بتتغير بشكل إيجابي فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم لأنه القمر رح يصير مقابلك تماما فهو بعطيكم إيجابية من ناحية ولكن من ناحية أخرى بسحب الطاقة عندكم ولكن في إيجابية فممكن تعززوا شراكاتكم شراكات العمل شراكات العاطفة علاقاتكم مع أزواجكم الفترة القادمة رح تكون ممتازة وممكن تهتموا بشكل كبير ولكن حاولوا أنه تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاضروا من الخلافات وبرضو حاولوا أنكم ضخموا الأمور لأنه شوي هي طاقتكم الضعيفة فعشان هيك أنتوا اللي بتكونوا مسؤولين عن الخطأ برج الحوت بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظرهم وحاولوا ما تبلغوا في طلباتكم معهم ممكن اليوم تحتفل بإنجاز أو انتصار من الآن لغاية ساعات الصباح بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر أي فترة مثمرة وبكون فيها كثير من الانشغالات والتحركات لكنها فترة حض ونجاح وتقدم طبعا هذا الأمر ما رح يستمر على طول هو رح يستمر لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتكونوا تنتبهوا وديروا بالك على حالك لأن القمر رح يصير في البيت السادس فعشان هيك رح يركز على العمل وعلى الصحة فبتكونوا تنتبهوا لصحتكم أكثر وتنتبهوا لأعمالكم خلال ساعات من الصباح للمساء يعني رح يكون القمر للأيام القادمة كله في البيت السادس فممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم أهم شيء أنه تخلوا علاقاتكم بمسؤولينكم جيدة وفي نفس اللحظة إنجزوا الأعمال دون تردد وبدون ما تخلوا الأعمال تتراكم عليكم حتى لو بتعملوا وقت إضافي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر